كشفت مؤسسة الإقراض الزراعي عن خطتها لمنح وصمات وحوافز للمزارعين للمواءمة بين الظروف التي يمر بها القطاع وتوفير السيولة لإعادة الإقراض للمزارعين حيث يبلغ حجم ديون المؤسسة على المقترضين 200 مليون دينار مستحق منها 67 مليون دينار إضافة إلى نحو 14 مليون دينار أرباح وفوائد اتخذ مجلس إدارة المؤسسة صباح هذا اليوم قرار غير مسوق حقيقة في تقديم خصم تشجيعي في حال السداد المبكر بنسب تتراوح بين 15 إلى 50% على الفوائد المستحقة الهدف منها هو تحبيز المقترضين على السداد وتوفير السيولة اللازمة لإعادة الإقراض بالإضافة لقرار يتعلق في إعادة الأراضي المستملكة لقاء الديون القديمة لأصحابها تمنعوا عن السداد نفس القصة هذا ضمن توجه الحكومة لإعادة الأراضي لأصحابها واستغلالها من قبلهم تم أخذ قرار بإمكانية خصم لغاية 50% من الفوائد الإضافية والغرامات التي ترتبت على هذه القطاع لإعادة الأراضي لأصحابها واستغلالها وتوفير جو من التعاطي مع ظروف المزارعين بشكل عام خدمة للقطاع الزراعي ترجمة نانسي قنقر